يعني أنا أعتقد أننا من 2006 صرفنا عشرات المليارات من الجنيهات وفقدنا ثروات داجنا بعشرات المليارات إزاي مش عارفين نعالج حاجة زيك طيب خلينا أقول حيك ليه؟ بنتكلم تحدينا عن الفلنزة الطيور الفلنزة الطيور لها بعدين يا أستاذ أيصر البعد الأولاني هو ما يتعلق بصحة الإنسان لأن ده مرض خطير جداً بينتقل من الطيور إلى الطيور فبيعمل وباء الخطورة بقى أن الفيروس يتحور وينتقل من الطيور إلى الإنسان ثم ينتقل من الإنسان إلى الإنسان وهنا تحصل وباء أو كارثة أفكر حضرتك أني في القرن الماضي أن حصل وباء في المكسي في أسبانيا ناسف في الفلنزة الأسبانية راحض حيطها أكثر من 60 مليون مواطن وصيبوا بمرض أو وباء الانفلونزة عمل هجوم في البلد كلها بهذا فالبلد طبعا منظمات العالمية خايفة مش خايفة عليك هي خايفة أن أنت تكون مصدر وباء تصدر لهم المرض فبالتالي كل الناس انتفضت وقالت أن إحنا عايزين البلد دي تتخلص من الإنفلونزة الطيور مدام عندك الإنفلونزة الطيور معناها أن أنت صنفت ممنوع تصدر ما ينفعش تصدر الإنتاج بتاعك داجيني بتكلم سواء كان إنتاج الداجيني اللحوم بيضاء دواجن أو سواء كانت إنتاج البيض أصبحت النهاردة في حيرة أن أنت أصبح إنتاجك المحلي مش هتسوق غير داخل سوق المحلي بتاعك فإذا القطاع المحلي بتاعك أو السوق المحلي بتاعك بيعاني من مشكلة اقتصادية من 2015 و2016 من بعد الثورة تقريبا كلنا عارفين إحنا عندنا أصلاح اقتصادي والمواطن بيدفع تمنه فبالتالي النهاردة قدرته الشرائية طبيعي ودعا للناس كلها من راجل المياصر يصور الحال لراجل التعبان قدرته الشرائية قلت فبالتالي إنتاج الحيوان النهاردة اللي عندي ملويش متصريف تاني أنا كنت بصدر لكل دول الخليج اللي ممكن أتخيل أن أنا كنت بصدر كتاكيد وصدر بيت وصدر لحوم بيضاء وصدر فراخ مجمدة لكل دول الخليج والسودان اللي الشقيقة الدول الأفريقية والسودان وليبيا النهاردة ما بقدرش حتى دول الخليج منعتني من التصدير بقرارات من منظمات العالمية اللي بتمنع الدول المصابة إنها البلنفلنزا تصدر كيف نعالجها أو نشوف الدينة إحنا حضرتك موضوع الفلنزا تيور هو لسياستين في العالم كله ملوش ثالث السياسة الأولونية بيسمها إرادكيشن أنت كومبنسيشن يعني أنها تخلص وتعوض يعني بمعنى صح أن أنت حضرتك النهاردة لو عندك مزرعة بلغت عنها نفي أو اشتبهت فيها مرض الفلنزا تيور بتيجي الجهات الرقابية أو السلطات المختصة البيطرية بتروح تاخد عينات تسحب مجرد ما تأكدت إن في بقرة مصابة بتبدأ تعدم البقرة دية وتتعوض صاحب المزرعة طبقا لسعر السوق